هنا اعتاد أهل الموصل أن يقضوا أيام عطالهم هربا من زحمة الحياة ومشاغلها لكن كل شيء تغير حاليا في شلالات الموصل التي غارت مياهها وجفت عيونها الجوفية التي كانت تغذيها بالإضافة إلى نهر الخوصر أحد أهم روافد نهر دجلة الذي تحول هو الآخر إلى مكب للنفايات بعد انخفاض مستوى المياه فيه يقول أهل الموصل أن تراجع الهطولات المطارية وغياب الاهتمام الحكومي بالنهر والشلالات على حد سواء أدى إلى هذه الكارثة البيئية جفاب الشلالات لا يوجد ماء رئيسي أبيار شتيان وطابد على المطار من يجي المطار الزايد إلى الثاني سنة أهم أحسن منطقة سياحية إذا أكو همام وأكو تعميرها من جانبهم يشير ناشطون في البيئة ومختصون في المياه إلى أن ترك الحكومة هذه المياه الجوفية التي تغذي شلالات الموصل لتجف مع غياب أي مشاريع لإعادة التغذية الصناعية فضلا عن عدم بناء الحكومة أي تسدود لحصاد وتخزين مياه الأنهار والأمطار أدى إلى استنزافها لا يوجد هناك حصاد للمياه في هذه المناطق بسبب الجفاف وبسبب عدم كري أو الاعتناء بهذه المنطقة كما أن حصاد المياه يعتبر من العوامل المهمة في المياه الجوفية ويتوفير المياه في أوقات الجفاف لنهر دجدة هذه العوامل بالإضافة إلى دمار الغطاء النباتي وتمدد التصحر إلى الأراضي الزراعية مع تراجع معدلاته طول الأمطار جعلت العراق البلد الخامس في العالم الأكثر تأثرا بالتغيير المناخي بحسب الأمم المتحدة في وقت لا تزال الأحزاب السياسية تتصارع على المناصب تاركة للبلاد تواجه مصيرها لوحدها